السلام عليكم ورحمة الله كيفكن أصدقائش واخباركن معكم أخوكم نادر الشيخ من قناة NASH TV أصدقائي بهذا الفيديو إن شاء الله بدنا نحل مشكلة تطبيق المصادقة الثنائية Google Authenticator بس أول شغلة رح احكي عن الدرس الماضي اللي حكيت فيه عن كيفية حل مشكلة تطبيق المصادقة الثنائية Google Authenticator وبالنسبة للفهم السيء أو الفهم الخاطئ اللي فهمه بعض الناس أول شغلة أصدقائية أنا حكيت بالدرس اللي حكيت عنه كيفية حل مشكلة تطبيق Google Authenticator أو الرمز رمز التحقق في تطبيق المصادقة الثناية Google Authenticator لا يعمل أو الرمز خاطئ هذه كانت من منطلق أنه حد ذاته غلط أنت عم تأخذ الرمز من الكود اللي أنت حاطه بتطبيق Google Authenticator اللي أخذه من منصة معينة منصة Bybit منصة Binance أو حسابك على الجيميل عم يطلح هذا الرمز غلط فحكينا أنه لازم تصحح التاريخ والوقت من خلال التحديث التلقائي للوقت والتاريخ في منطقتك صح ولا لا؟ تمام كثير من الناس نجحت معهم هذه الطريقة وكانوا بالفعل أنه تعرفوا أنتوا ببعض الدول بيعملوا تقديم للساعة التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي فبعض الناس بتعملها بشكل يدوي يعني بيدخل على الضبط بعدين يروح على الوقت والتاريخ وبيقدم الساعة بإيده ما بيعمل لها تحديث تلقائي للوقت والتاريخ فهذا أحد الأسباب اللي أدت لأنه الرمز خاطئ رمز تطبيق المصادقة الثنائية تمام؟ طيب الناس اللي عم تقول أنه الطريقة غلط أو اللي فهمت الموضوع غلط هنين نفسهم الناس تواصلوا معي وأنا أخبرتهم أنه تواصلوا معي لنشوف شو حل مشكلتكم أو شو هي مشكلتكم لحتى نقدر نحاول نحللكم ياها تواصلوا معي على الخاص وبالفعل أصدقائي طلع السبب منهم هنين ليش؟ لأنه تطبيق جوجل أثنتيكيتور أول شغلة هذا التطبيق هو تطبيق حماية يعني لو أنت عملت مسح بيانات لهذا التطبيق أو لو عملت حزف لهذا التطبيق ورجعت نزلتهم لجديد فما رح تلاقي بقلبه ولا رمز تمام؟ ما رح تلاقي بقلبه ولا رمز فهذا الشي هو السبب بأنه ما قدروا يدخلوا على حساباتهم إن كانت منصات تداول ولا إن كانت حسابات جيميل ولا أي موقع بيطلب تطبيق الحماية تطبيق المصادقة الثنائية من جوجل تمام؟ هذول الأشخاص تواصلوا معي وقلت له يعني شخص مثلا تواصل معي وقلت له قالوا أنت شو عم تعمل؟ قال لي أنا عم بدخول عم بعمل مزامنة وعم بدخول على التطبيق وما عم بعمل ما عم بعرف أعمل شي طيب صور لي الزلمة صور لي تمام؟ طلع هو حازف التطبيق وراجع مسبته من أول وجديد فلما بتدخل أنت على التطبيق المصادقة الثنائية Authenticator بعدما أنك حزفته رح يروح كل شي بقلبه مثل ما قلنا بتدخل بتلاقيه فاضي ما فيجو شي بيقول لك أضف كود جديد أضف رمز استجابة سريعة عن طريق الQR طيب لو شخص عم يشتغل على منصة تداول وفيها أموال فيها عملات رقمية فيها كذا كيف بده يرجع حسابه؟ حسابه معه تشتغل؟ أول شغلة أصدقائي لازم يتواصل مع دعم المنصة لازم يتواصل مع دعم المنصة أي منصة تداول فيها دعم فني بيرده عليكم خلال 24 ساعة في منصات بترد فورا فأنت لازم تتواصل مع دعم المنصة وتخبرهم أنه أنا عندي الحماية الثنائية ضيعت الرمز ومعد أقدر أدخل على حسابي فهنن بيطلبوا منك بعض المستندات مستندات التحقق أو بيطلبوا شي يثبت أنك أنت صاحب الحساب ممكن يطلبوا منك صورة عن الهوية ممكن يطلبوا منك صورة عن عن عنوان أو أي شي المهم أنك تتواصل مع الدعم هنا بيحلوا لك هاي المشكلة طيب لو كان شخص ما عم يقدر يدخل على حسابه الجيميل اللي عامله مصادقة ثنائية أو عامله تحقق بخطوتين عن طريق المصادقة الثنائية من جوجل ما عم يقدر يدخل على حسابه بسبب أنه روح الرمز فهون الطريقة شبه مستحيلة أنه يقدر يستعيد حسابه على الجيميل وخاصة الناس اللي مسمي حساباتها الجيميل على أسماء مستعارة تمام؟ أو على أسماء قنواتهم على اليوتيوب فالأفضل أنت لو عندك حساب جيميل فورا تعمل تعديل وتكتب اسمك الحقيقة على الجيميل ومواليدك لحتى إذا ضيعت حسابك الجيميل أو ما عم تقدر تدخل عليه فتقدر تتواصل مع دعم جوجل وتقدر تسترجع حسابك عن طريق المستندات مستندات التحقق إن كانت لهوية ولا إن كان جواز السفر ولا إن كانت بطاقة الفيزة الخاصة فيك تمام أصدقائي هاي أول شي ثاني شي شو النصيحة اللي لازم نعملها أو شو النصيحة اللي لازم نتبعها لحتى ما نفقد حساباتنا ونفوت بهي المشاكل لازم أصدقائي أول ما نحنا ناخد رمز معين من تطبيق أو من أي موقع لما بدأ يدخل على منصة بايبت أو منصة باينانس مثلا يعني وطلبوا مني التحقق عن طريق رمز المصادقة الثنائية من جوجل أو كود المصادقة الثنائية من جوجل فهو بيعطيني رمز QR تمام؟ بيعطيني رمز استجابة سريعة QR وتحتم منه رمز رمز مكون من 16 خانة تقريبا هذا الرمز بيقلك يا أما بتاخد رمز الاستجابة السريعة وبتعمله مسح عن طريق تطبيق المصادقة الثنائية من جوجل لحتى تقدر انك تربط ما بين حسابك على المنصة من خلال الحماية مع تطبيق جوجل أثنتيكاتور أو من خلال الكود نفسه هذا الكود بيقلك انسخه وحفظه عندك على ورقة خارجية وهذا الكود نفسه بتحطه بتطبيق جوجل أثنتيكاتور بدخولك على جوجل أثنتيكاتور بتضغط على إضافة أو على علامة الزائد وبتختار الخيار الثاني إدخال يدوي أو هيك شي بتدخل اسم لهذا الكود اسم معين مثلا بتكتب له بايبت أو باينانس وبالخانة الثانية بتحط الكود اللي بتاخده انت من المنصة تمام؟ هذا الكود اللي مكون من 16 خانة تقريبا أو أكتر هذا الكود لازم قبل ما تدخله بتطبيق جوجل أثنتيكاتور بتكتبه على ورقة خارجية بتكتبه على ورقة خارجية وتحفظها بمكان آمن بحيث انه لو حزف التطبيق جوجل أثنتيكاتور تقدر انك تسترجع الكود نفسه من خلال هاي الورقة الخارجية بتكتبه بالتطبيق مرة تانية فبيرجع بيشتغل عادي وما في أي مشكلة أو ممكن انت تطبع الصفحة نفسها اللي بيكون فيها رمز الاستجابة السريعة والكود تحت منها بتطبعها بتعمل لقطة شاشة على الكمبيوتر أو على الموبايل وبتروح وتنسخها أو بتطبعها بالطابعة عند المكتبة أي مكتبة قريبة من الحي الخاص فيكم فهذا كان شرحنا لليوم أصدقاء إن شاء الله يكون عجبكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الكل حتى وصلكم كل جديد كان معكم أخوكم نادر الشيخ والسلام عليكم اشتركوا في القناة